معقول نغض النظر عن كتير مواضيع بتصير بس لما توصل الأمور لحياة المواطن وصحته بيصير الوضع خط أحمر فلما يكون الملف إجرام بحق المواطن عبر التعمية والتعتيم على النتائج وعدم إظهارة للرأي العام منضطر نقوم بشغلنا الإعلامي وشغل غيرنا الرأي بالصحي والتوعوي لحماية الناس بتاريخ 21 سنة سألنا بلدية جزين والقائم مقام وطبيب القضاء وكافة الأحزاب والنواب والأطباء عن مياه اللي نبيع بجزين إن كانت ملوثة وهن عارفين وساكتين وصلنا الرد بعد أربعة أيام بـ 25 تشرين عبر اعتراف البلدية ببيان إن المياه إلى سنين ملوثة وعم يشتغلوا على تأمين التمويل للصرف الصحي دون إبراز النتائج والملفت إنه بلدية جزين اللي بتضم أعضاء محبذين لطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية والنائب السابق إبراهيم عزار كلهم عارفين ورغم هالشي ما كان عندهم الجرأة لأبراز النتائج كرمال هيك بواحد كنون الأول توجهنا على نبع عزيبة واخدنا عينة مياه وكفينا فيها على مختبرات غرفة الصناعة والزراعة بصيدة لتطلع النتيجة غير مطابقة بمعنى تاني المياه اللي عم يشربوها الناس ما بالطابق المواففات المطلوبة أخدنا النتائج وتوجهنا فيها لعند النيب الدكتور شرب المسعد لنعرف رأيه الطب العلمي بهالمطلوبة اليوم آخر دراسات لنعملية بموضوع تلوث المياه بلبنان بيّن عنا أنه تقريباً 70% من مياه الأنغر والينبيع ملوثة وهذا الشي بعود أنه عندنا تقصير من ناحية الدولة أكيد من ناحية الرقبية من ناحية المصانع أو المصافع أو التكرير اللي عم ينعمل والمواطن هو بيتحمل مسئولية كبرى لأنه فيه إهمال من هالموضوع نرى العالم تكب زبالة بنألهور تكب الأسمية تكب الكثير من أمور ملوثة للمياه دون أي حسلة المسؤولية الآن السبب الأساسي هو مياه الصرف الصحي هذا أهم شيء يتلوث المياه بلبنان بموضوع مياه عزيزية أنا طلعت على الريبورد والتحليل العملية بيّن أنه في الأنتيروكوك والإيكولاي هؤلاء سببهم أصلاً يعني اللي يبينوا بالمياه لأنه موجودين ولكن عندما يتخطوا لفل معين هنا يتبطل المياه صالحة للشرب ومنين مصدر الأنتيروكوك والإيكولاي عادة سوف نبسط الأمور ولكن هؤلاء يعيشون بمصران الإنسان والحيوانين فالواضح أنه لما بيعلى اللفل تبعهم بالماء معناتها فيه مياه صرف صحي عم تصب على هذه الماء واللي بأكد هذا الشيء أكتر أنه تحصل الأموميا هو عيني ومنينه 70% من مياه الأنهر هي منوصة ولكن بمخاص مياه أنهي لا يدخل مياه عزيبي أما أنا رأيي العلمي مياه أكثر مياه سايئة وإيكولاً لكن فلواضحة لشرب يعني اليوم ممكن هؤلاء الأشخاص الذين يشربوا من هذا الماء يعملوا عوارض نتيجة هالبكتيريا الموجودة بالماء ونتيجة نسبة الأمونيا العالي من هذه العوارض الممكن يحسوا فيها وتأثير هذا التلوث على جسمهم منبلش من الأمراض الجلدية الفطريات ممكن تأثير الأمونيا العالي على الرواية والتأثير الأساسي سيكون على المصران تصير في عنا مع الوقت الكهابات بالمصران، إسهال، استفراغ، حالات تقيو، ارتفاع بالحرارة ممكن هذا الشيء يستدعي بخول المردة للمستشفى وممكن في بعض الأشخاص منعاتهم قوية لأنه أصلاً الإيكولاي موجودة في جسم الإنسان الطبيعي بس في أشخاص منعاتهم بتكون قوية ممكن ما يحسوا بالعوارض بس إلى حين ينعمل حل لموضوع المياه الصرف الصحي ينعملها تكرير قبل ما تنزل تصب على هيد اليا نبيع أنا بوصح العالم ما يشربوا من هيد المياه كطبيب عم بحكي لأنه التأرير العلميه بيّنت أنه غير صالحة للشرب ممكن يستعملوها للمياه بالغسيل، بالجلي، بالغسيل الفواكه مع استعمال الكلور أو الأقراس الموجودة بالصيدليات بس حالياً هيد المياه غير صالحة للشرب برأي العلميين أنا بوصح أكتر شيء استعمال الكلور واستعمال بعض الأقراس الموجودة بالصيدليات اللي هي بتعقم وبتساعد وتخفف من ضرر هيد البكتيريا الموجودة بالماء أنا برجع بليك بغياب الدولة وبغياب المشاريع التكرير وإلى آخره ليس معناته أنا بقول إنه إذا مش قادر العلم تجيب ماء إنه لا تشرب من هيد الماء ما اليوم إذا تسممت العالم أو عملت التهابات وبدأت دخول المستشفى ما دخول المستشفى كارسة صار بعالية أنا بحكي ناحية طبية أنا برأيي مش قادر يجيب يشتري ماء أكيد فيه يتوجه علي نبيع تاني بالمنطقة ممكن ما عملنا دراسات علمية ما نبين فيها إنه فيها مشاكل وجود فيها بكتيريا مضرة للإنسان وممكن يعبوا من هيد الينابيع بكل بساطة مش هكي أنا بدعي بدعي البلدييات وحتى إتحاد البلدييات هن يعامموا حفاظا على صحة الناس كل ضيعة أي نبأ صالح للشرب ويمكن اليوم مياه عزيبة غير صالح للشرب ممكن بكرة إذا بنعمل حلول لهذا الموضوع سيصار حلال شرب بكل بساطة يعني نحن نحن نحكي هلأ موضوع طبي بإمتياز ففيه ريبورت موجود أنا بدعي العالم إنه حفاظا على صحتها تلتزم بالإشياء عم إنه نياها حفاظا على صحتها يوم الحلول أول شي إحنا ملنا نعمل حل المشكلة المشكلة هي وجود أكيد نتيجة الأنتيروكوك والإيكولاي والأمونيا العالية وكلهم يقولون لي علميا إنه في عنا مياه صرف صحي عم صب بمحل ما بهذا النبع من قريب أو من بعيد ما فينا نعرف هذه شغلة الدولة وشغلة السلطات المحلية هي تقوم بدورة بهذا الموضوع هلا الحلول هي إنه تعمل تكرير تعمل تكرير لهذه المياه قبل ما تصبح بالينامي هذا الحل اللي هو موجود هذه الوزارات المعنية أنا بحملها مسؤولية بإنه هي هي المسؤولة عن الأمن الصحي وهي مسؤولة عن صحة الإنسان ووجباتها هي تعمل كشفات دورية على المياه بالضيع وبالمدم وهي تشوف الحل الفحل صار لمياه عزيبة بس شو بالنسبة لمياه النبع اللي واصلة على البيوت؟ لنوصل لحل الصرف الصحي في كتير حلول بسيطة كمحط التكرير أو خزان وكلور فإذا مش عارفين مصيبة وإذا عارفين على مدى سنين وما تحركته مصيبة أكبر وبتبقى الأسئلة اللي بتطرح لاي ما واجهته الناس بالنتائج لا يتركين الناس تشرب مياه ملوثة لا يتكتم ولا يتواطئ التقرير أضحى إخبار للنيابة العامة لكل متواطئ على صحة المواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر